السلام عليكم اخواني اخواتي كانت منا تكونوا بخير وعلى خير ومخصكم خير فيديو جديد على القناة ان شاء الله تستفدو منو ويجبكم اللي بغيت نقول لكم البنات باني انا ما تنخدمش على الفيديو يعني ما كان ارتبش افكار سابقا الحاجة اللي كان عرفة غدي نقولها لكم بكل تلقائي سواء سؤال من المعارف ديالي سواء من صديقة ديالي كمان نجاوب فيديو كومسا هكا الجميع يستفد كيني اللي بنات اللي كتقول لك تزوج بيه تزوج ديالي وخلاني في المغرب وما بغاشي طلعني للفرنسا انا كنهضر خصيصا على فرنسا تزوج بيه في المغرب وما بغاشي طلعني للفرنسا الحاجة الوحيدة اللي بويتك تعرفي الاخت هاد الفيديو اكيد فهو المنسا الحاجة اللي بويت نقول لك كين بعد النوبات كيكون سواء جيالك فهو مغربي سي نوع مال كيكون ودعم كله ودعم كله مهم ود البلاد مهم ود البلاد ولكن كتكون عندو الجنسية الفرنسية كان خدام اه مدة الطيارة ملقاتين تدس مهم ما كان خدام يعني خدام هو مدة هو بفرنسا اكثر من خمس سنين فكي ياخد الجنسية الفرنسية فمني كي ياخد الجنسية الفرنسية فكيقول القانون سيريالي بحالو بحال فرنسي يعني مني يجي يخطبك نتي في البلاد في المغرب فخصو يدوز من مراحل كأنو زواج فرنسي بحالا انا كي كتزوجي بواحد فرنسي دوريجين يعني خصو خصكم تمشيوا قبل ما تدوزوا عند العدول لانو كتكون عندو الكارت ناشونال مغربية كيني اللبنات اللي كيمشوا دا غيكتو مو عند العدول وكي ديروا عقد القيران فقط فهادي اللا هدي بنسبة الشي مغربية اللي غتزوج مغربي وكتكون ما عندوش الجنسية ما عندوش الجنسية الفرنسية يعني كيمشو كي عقدو القيران ديالهم عند العدول مباشرة عاد من بعد هو كي ديالي هالو غوغوب مو فاميليال يعني كتاخد شوية ديال الواقت شوية الوريقات وهدي مهم ما بنسبة السيد عندو الجنسية الفرنسية مغربي دوري جين مغربي ولكن عندو الجنسية الفرنسية فخصو داروري يدوز من القنصلية الفرنسية اللي في المغرب اللي بكازا بلانكا داروري يدوموندي واحد قبل عقد القيران واحد الوتيقة اللي كتسمى الكاباسيتي دو مغياش هاد الكاباسيتي دو مغياش كتحمي المرأة بالطرجة الاولى لان هاد الكاباسيتي دو مغياش كتخلي السيد تعرفيه ليه لانك انتي في المغربي مجا خطبك معا فعلي ستشي حاجة اشنو كيدير في فرنسا واش مزوج واش عندو الولاد واش ما مزوج مش غادي يجي يتزوج بك وخليك انتي في البلاد وهو يجي هنا هادي غير مقبولة وكيمي يمكيني اللي كيكون مزوج هنا في فرنسا وكيمشي تزوج في المغرب بنت البلاد يعني بلا ما كيدوز في القنصلية رغم انو كتكون عندو جنسية وكيخليها تمة لذلك إلا كانت عندو جنسية فداروري كتوزو في القنصلية المغربية في كازا بلانكا وكيطلب واحد لك باسيت المغياش قلت لكم هالوثيقة اللي كتتعاملني اي واحد بغيتزوج كتجي الحومة اللي ساكن فيها وكتتعلق في لاميري بحل المقاطعة ديانا كتتعلق في لاميري واحد المدة المدة كتتعلق تقريبا تقدر تكون 15 يوم كتتعلق في لاميري باش هتسيد كيكون عليه بحث واش مزوج واش مطلق واش مني كتتخرج هات الكاباسيت المغياش يعني صافرة ما فيها حتى شي حاجا راسيد تقدري دابات مشي تعقدي العقد القيران ديانك عند العدول فالعدول ضروري تيقول لك هانتي السوج ديالك إلا كانت عنده الناصيوناتي غير هو إلا ما قاش للعدول ديالعندي الناصيوناليتي را العدول ما غديش يعرف يعني غدي عطيه لكارت ناصيونال مغربية كونكوارا هو عيش في فرنسا ما غديش يبيل ليه بأنه عنده الجنسية الفرنسية فهتي غير قد القيران أما إلا انتي كنتي عارفة حقاش كيقدرش واحد من بعد من قبل يقول لكار عندي جنسية ولكن كيجيت الزواج وكي انتي ما كتكون إيش عارفة فأنا كنهتم عن النسا اللي كتعرف هات السوج اللي غا ترتابط به عنده الجنسية الفرنسية فخات سيكونسيدغي بحل فرنسي دوري جين تاروري دوزي من القنصولية الفرنسية بالمغرب هذي من جيها من بعد كتجي هذيك الوثيقات الأمور كلها مزيانة كتعقدي القيران ديالك عند العدول من بعد ما كتعقدي القيران ديالك عند العدول كتجيخرج لك هذك مريوش ديالك مغريبي فكتكون يمزل في المغرب مثلا فكتصيفتي النونت كتصيفتي هذك لك مريوش فهو الزوج طبعيك ههو اللي غا تصيفتي لأنك ما انتي ما كتعرفيش هاد اللي دي مخش فهذك عقد الزواج ضروري يمشي من النونت حقاش لأي واحد عنده الجنسية الفرنسية فكيقول لك هياخد العقد الزوزي دياله من النونت كياخد أي حاجة من النونت يعني عقد الزواج دياله مني كيبشل هذك نونت كي كترجموه أولا كترجموه باللغة الفرنسية وكتصيفكوه من النونت فكيقول لك عندك كذلك زواج فرنسي كتولاي يعني لك إلا جيتي هنا من بعد من بعدها يعني سهل جي إلا مني كي ترجم هذك الزواج ديالك فنونت فمن بعدها سهل جي لأنه صافي كتولاي زواجة فرنسي وخا هو مغربي الأصل بغية كتجي مني كتجي فأول حاجة غدي كتديريها كتدومون دي واحد لك تدو مغياج فكيعطيوك هذك مغياج كتولاي قاع الوطائق مادام بسواج ديالك عنده هو اللي عنده الجنسية الفرنسية هو اللي خاص يطلب إنه كيكون واحد الرقم دياله كتولاي صافي إنتي يلا جاية إنتي ما زالة ما عندكش الحق فاتشي كامل المهم أن زواجك عندك زواج مغربي وزواج فرنسي دك الزواج الفرنسي من بعد كلت سنين ديال الكخت سيجو اللي كيبقى وعدك فيها عام 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 لأنك كتولاي بحل لمزوجة بفرنسي الأصل يعني هذك الثلاثنين هذيك ميمكنش لك تديري المشاكيل ميمكنش لك حيث كني شي بنات اللي هديهوم هيك يجيو كيقولوا وا صافي وصحطينا رجينا فرنسا را القانون ديال فرنسا كيحمينا غي كتتخاسمي معاه كتنود لله را كيحميني القانون را مني كتجيو هنا را كتولا كتولا كل حالة لو كديالها كل حالة مختلفة على الأخرى را تقدر هذي وقفوا بجنبها وعونوها وهذي وهذي على قبل واحد الحالة معينة وانتي عندك واحد الحالة أخرى اللي يقدر يزو كيرح له مثلا للبلاد فكتولاي عندك 3 سنين بخيسك 4 سنين ديال الزواج مخطي لك العنف أبار إلك العنف والعنف اللي يكون بين داهره بين أما باش أي وحدة كتقول غير محط رجلي فرنسا ورا يلا تخاسمت معاه ولا يلا قال لي اشي حاجة ولا يلا تنقصنا را عندي الحقرة هذك شي غير سوها البنات كل حالة وكدا لله هذي اللي قد نقول لكم المهم هذي اللي قد نبت لكم في الفيديو هذة بطنباتا جي معاكم فأي وحدة عارفة الزوج اللي قد تاخد عنده الجنسية الفرنسية فضرورة توسي من القنصلية الفرنسية في كاسا فلانكا وكذلك مني قد تجيو هنا فرمش شي سهل سهل أنك غير شي وبدو المشاكل فخص الإنسان يحاول 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 يتجنب المشاكل في الأعوام الأولى يتجنب وإنما كان الناس يتجنب المشاكل دائما وذلك يتجنب هذوك المشاكل الكبيرة أما المشاكل الصغيرة لذروري أي كوبل في هذوك المشاكل الصغيرة وهذا اللي احتل هنا نهاية الفيديو كانت سمنا لكم نهار جميل ونقول لكم إلى لقاء في فيديو آخر إلى إن شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة